احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد ميلاد والدة الإله الفائقة القداسة حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة بهذه المناسبة خدمة صلاة الغروب والقداس الإلهي في كنيسة ميلاد السيدة العذراء جبل التاج بمشاركة لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة وفي كلمته الروحية تحدث سيادته عن مكانة والدة الإله في وجداننا وحياتنا كما احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد رفع الصليب حيث وقيمة قداديس إلهية وصلوات بهذه المناسبة ترأس المطران خريستوفوروس في كنائس القديس جوارجيوس في كل من الزرقاء ومادبة والفحيص بحضور جموع من المؤمنين